كل الدراسات السياسية والعسكرية في كل مراكز البحوث العالمية تقول بالنتيجة لا يمكن القضاء على حماس من خلال هذه العمليات العسكرية لسبب بسيط أولا حماس ليست قوة ظاهرة وواضحة ومعروفة على الأرض عن هي سرية أو فصيل معين وله مكان محدد وأسلحة محددة الآن رغم الخفوت الذي يحدث أحيان في تحركات حماس فجأة نرى ردة فعل قوية وما رأيناه بالأمس من قصف حماس لقوات الإسرائيلية وحتى اليوم في كرم أبو سالم وفي رفح هذا يؤكد تماما أن حماس لديها القدرة الآن ولديها الأسلحة الآن الجانب الآخر والمهم أن الضباط الإسرائيليين مجلس الحرب نفسه مختلف الأغلبية في مجلس الحرب يرون أنه لا يمكن القضاء على حماس نهائيا كما يقول قال أنت اليوم أن مهمتنا سوف تستمر إلى أن يتم القضاء على حماس وحزب الله في جنوب لبنان هذا أمر صعب جدا مضت سبعة أشهر ونحن دخلنا الشهر الثامن الآن لم تستطع إسرائيل وقوات إسرائيل أن تخرج المختطفين كما يسمونهم ونسميهم الأسرة أن تقوم بتفكيك حماس حتى وصلت في الخفية إلى تقديم عروض عروض بمليارات الدولارات تقدم عروض مقابل تفكيك حماس هجرة قادة حماس تقدم إلى من؟ تقدم إلى حماس أموال إعادة بناء غزة مغادرة قادة حماس مع ضمان أمنهم إلى دول أخرى إضافة إلى ذلك أموال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر